السلام عليكم قلاصة الدنيا أيها الإخوة الموت هذه حقيقة واقع كل ما نبذل فيها في هذه الدنيا سننتقل به عند الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل سيسأل العبد عن كل ما أتاه من النعم لتسألون يومئذ عن النعيم كل ما أتاك الله من النعم صغيرة وكبيرة منذ خلقك إلى أن تموت سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا النعيم حتى الماء البارد الذي تشرب وغيرك ما يستطيع أن يشرب غيرك يعني يبذل جهد حتى يصل إلى هذا الماء وأنت تشرب هذا الماء بكل أريحية وبسهولة سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الماء إن كنت شاكرا لله سبحانه وتعالى فأبشر بالزيادة من الله وإن كنت غير شاكر فعد الجواب بين يدين الله عز وجل القبور وأهل القبور محبوسون في قبورهم محبوسون على أفعالهم التي فعلوا في الدنيا الدنيا كثيرها قليل مهما أردت الاستزادة منها فأنت إلى قل مهما أردت العلو فأنت إلى سهول وأذكر حادثة رحم الله الشيخ جابر لأحمد الصباح ورحم الله الشيخ سعد العبد الله رحمة واسعة وغفر الله لي ولهم ولجميعي المسلمين يوم من الأيام كنت في مغبرة صليبخات أزور ما أذكر حل أنا زائر أم أني أصلي على الجنازة ما أنا ذاكر أشاهد أني ذهبت إلى بعد ما انتهيت قلت خلني أزور قبر الشيخ جابر وشيخ سعد أدعو لهم والله يا أخوان الأمر ليس مسألة دعاء ولا غير ولا غير لما وقفت على قبورهم على قبرهما رحمهم الله نظرت تفكرت وهذه سابقة كان يقولها لي أخوي واستشعرتها سبحان الله فنظرت وإلا أين الملك أين الجيوش التي كانت تحمي هؤلاء الملوك رحمهم الله أنا ما طبعا ليس عيبا فيهم لا 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 أنا أبا أو أبا أو أبا أو أبا أو أبا أو أبا أو أبا 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 حقارة الدنيا دناءة الدنيا قلة الدنيا مهما بلغ الإنسان فأنظر وإلا هم تحت التراب وأنا فوق التراب أنا المواطن الذي لاقي مثلي فوق التراب وهم الملوك سواء الشيخ جابر أو الملوك الذين قبله أو الملوك الذين يجيون بعده كائنا من كان تحت التراب وأنت فوق التراب لو نظر الإنسان إلى حقيقة هذه المسألة يا إخوان تصور الدنيا في عينه أين الملوك أين الملك أين الجاه أين المنصب أين المسمى أين الجيوش التي كانت تحمي هؤلاء الملوك أين قول الناس بالروح بالدم نفديك أين هم أول من يحمل الملك على كتفه هم الجيوش ويضعونه في التراب ثم يرحلون عنه ويتركونه ومصيره بين يدي الله عز وجل فنظرت فقلت إن الله أنه راجعون هذه الدنيا تحت التراب شيخ جابر الذي كنا نتمنى أمنيا أن نراه وجها لوجه محبة فيه رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته محبة فيه وتعظيم النه النهاميرنا كذلك الشيخ سعد رحمه الله رحمه الله موت المسلمين جميعا فنظرت الدنيا قليلة جدا قليلة لا تساوي شيء لا تساوي هذه الدنيا أن يستكثر منها الإنسان لغير طاعة الله عز وجل الملوك رحلت والأمراء رحلوا القادة والوزراء من جمعوا الدنيا من جمع الأموال من جمع المناصب من جمع المسميات رحلوا عن هذه الدنيا الدنيا كل هذه الدنيا مهما بلغت عشرين ثلاثين أربعين مئة سنة ستموت ستلقى الله العلو الذي تريده في الدنيا هو إلى سهول لأنك ستنزل بين يدي الله عز وجل الشهادات التي تبذل لها الغالي والنفيس حتى تصل لشهادة ويرتفع اسمك بين الناس ستسأل عن هذه الشهادة بين يدي الله عز وجل المنصب الذي تسأله الليل والنهار حتى تصل إليه ستسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا المنصب المال الذي تجمع في حل وحرام أو في حلال وحرام ستسأل بين يدي الله عز وجل أنا لا أقول لا تجمع المال ولا أقول لا تطلب المنصب ولا أقول لا يعني تبحث عن الشهادة بل افعل ولكن اجعله لله عز وجل إذا وصلت للمنصب اجعل هذا المنصب يكون لك شفيعا عند الله سبحانه وتعالى بحيث أنك تبذل هذا المنصب بخلاص الناس والسعي في مصالح الناس هذه الشهادة لا تجعلها أنك تتفاخر على الغير لأنه ما في فخر بالشهادة لو أن شهادة فيها فخر لكان الكفار أفضل من أهل الإسلام أهل الشهادات وأهل المناصب الشهادة التي فيها فخر شهادة لا إله الله هذه الشهادة التي تفتخر فيها والتي تنجو فيها عند الله سبحانه وتعالى اجعل هذه الشهادة إذا وصلت فيها اجعلها لله عز وجل بحيث أن الناس تقبل منك الدعوة لله عز وجل لأن الناس الآن يقبلون من يعني صاحب الشهادة أكثر مما يقبلون من غيره فاجعل هذه الشهادة لله أن تكون حجة لك عند الله المال الذي تجمع اطلب فيه رضا الله سبحانه وتعالى اشكر الله يزدك الله سبحانه وتعالى هذه خلاصة الدنيا كل ما تريد من الدنيا قد يؤتيك الله وقد لا يؤتيك الله ولا تعتقد يا عبد الله أن الله عز وجل إذا أتاك الدنيا أن الله يحبك أن الله يحبك ولا تعتقد أن الله عز وجل إذا أمسك عنك الدنيا أن الله يبغضك يبغضك أبدا هذه ليست عند الله الميزان هذا ميزان للناس أما الله عز وجل عنده الميزان واحد هو ميزان التقوى ميزان التقوى بالتقوى تصل وتتقدم بل تصل على آل النبي تتقدم على آل النبي صلى الله عليه وسلم بتقواك بإيمانك بالله عز وجل من بطأ به عمل لم يسرع يسرع به نسبه ما يتتقدم بالنسب عند الله عز وجل ولا يتتقدم بالأنصار عند الله عز وجل ولا يتتقدم بشهادات ولا المناصب ولا الأموال إنما يتقدم الناس عند الله عز وجل بطاعة الله عز وجل من بطأ به عمله لم يسرع أو لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أبدا لا النسب ولا المال ولا المنصب ولا الأنصار ولا التكاثر بالقبائل أبدا ستنزل وحدك وستسأل وحدك شفت هؤلاء الذين تحارب الناس من أجلهم تحارب الناس من أجل المال تحارب الناس من أجل المنصب تحارب الناس من أجل الشهادة تحارب الناس من أجل فلان وفلان أول من سيتركهم سيتبرؤون منك بين يدي الله عز وجل بئسة الدنيا حقيرة دنيئة وضيعة لا قيمة لها عند الله سماها الله دنيا من دناءتها علي ومن سرعة ذهابها وزوالها دنيا ليس لها قيمة عند الله عز وجل الميزان القيمة عند الله اليوم الآخر لذلك أمسك الله عز وجل الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاك أن تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتلبس أفضل اللباس وتركب أفضل المراكب هل تعتقد أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أنك ما تعتقد هذا الاعتقاد ولكن اعلم أنه استدراج الميزان عند الله اليوم الآخر أنا أريد أن يعد الإنسان الجواب بين يدي الله عز وجل ماذا أنت قائل لله عز وجل أعطينا الأعذار لعل عندك عذر ينفعنا فنتكلم به الله عز وجل يعلم السر واخفة تعرفون إيش معنى السر واخفة يعني مهما أخفيته على الناس فالله عز وجل علم به مهما كان مقصدك عند يعني ظاهرك غير قصدك الله علم به الله يعلم السر ما أخفيته على الناس ويعلم ما كان خافيا حتى عليك واخفة يعني في أشياء ما طرأت عليك إلى الآن ما طرأت عليك الله يعلمها قبل أن تطرأ عليك سبحانه وتعالى تعظيم الله عز وجل ما لكم لا ترجوني لله وقارا تاريخ الصلاة الذين يملؤون المقاهي والأسواق أين أنتم من بيوت الله عز وجل ما لكم لا ترجوني لله وقارا الكاسيات العريات ما لكم لا ترجوني لله وقارا اللي اليوم طلعوا علينا طلعة يحسبون أننا نجهل في دين الله عز وجل تلبس الحجاب وتلبس البنطال ما لكم لا ترجوني لله وقارا هكذا أمر الله عز وجل هذا الحجاب الذي أمر الله به هذا اللباس الذي أمر الله به ستسألون بين يدي الله عز وجل كم من كاسية عرية هي الآن بين يدي الله عز وجل كم من مرابي هو الآن بين يدي الله كم من زاني هو الآن بين يدي الله عز وجل ولم يتب ولم يستغفر ولم يرجو لله وقار هو الآن بين يدي الله عز وجل القبور ملأ بهم تاركوا الصلاة الذين تركوا الصلاة القبور ملأ بهم يتمنون أن يرجعون لحظة دقيقة يستغفرون ثم ينزلون ولكن هيهات وقد انتهى العمل في هذه الدنيا أقول لكم تذكروا أن الوقوف بين يدي الله أعظم موقف سيكون لقاء الله أعظم لقاء سيكون فاجعلوا لله عز وجل وقار في هذه الدنيا بامتثال أمره وامتثال ما أمر من تكاليف حتى ينجيكم الله يوم القيامة أفق الله الجميع لمرضاته والحمد لله رب العالمين